الهجوم الذي تم صباحا هذا اليوم على جماعة الحوثي في اليمن نفذته الولايات المتحدة وبريطانيا وأربع دول دعمته ولكن ماذا عن بقية الدول؟ لما نعرفه بأن هذا الحلف مكون من أكثر من 29 دولة لماذا لم تشترك الدول الأخرى؟ نعم إذن هذه الإدارة يا أستاذ أحمد هذه الإدارة من الأسبوع الأول من إدارتها منذ أكثر من ثلاث سنوات أو تقريبا سنتين ونصر وثلاث سنوات رأت أن الأهم شيء لديها الولايات المتحدة في هذا الآلم في هذا الوقت الألقات والتحلفات والتنصيق لدينا ولذلك هذه الإدارة ترى أن ليس هناك أي هاجة بفرض إراداتنا من الولايات المتحدة على أي دول أخرى فيما يتعلق بكيف هي ستشارك في أي جهود دولية لمنع الهوثيين من هذه الهجومات الصالوخية على الصفون التجارية ولذلك كما رأينا بعض الدول كانت تشارك في البيانات المتقررة بعض الدول كانت تشارك في القرار في مجلس الأمن بعض الدول كانت تشارك في هذا التحلف الجديد الدفاعي تحلف حرس الإزديار وبعض الدول الأخرى كانت تشارك في هذه العملية الأسكرية الأخيرة إذن الولادة المتاهدة ترى أن كل دول في العالم متضرة من هذه الهجومات الصاروخية أكثر من 60 دولة لديها الروابط مع الأطقام، السفون، المنتجات في هذه السفينة إذن هذه الأكاذيب نحن نسمعها من الهوثيين بالنسبة للسبب أو التبرير غير الشرعية حول الروابط بين هذه الهجومات مع الوضع في كتا غازة فعلا هذه الهجومات من الهوثيين أدت إلى نتيجة أكسية بمعنى أن الشعب الفلسطيني الآن يعتمد على المساعدة الإنسانية والغذاء والدواء وكل الأسعار في هذه المنتجات الآن يرتفع بسبب ما تفعل جميع الهوثيين